خلال التحرك الحكومي أو حتى مشروع القانون اللي وافق عليه مجلس الوزراء أكيد حضراتكم المشرع والمخول ليه أنه هو يفتي في هذه القصة أعرف من حضرتك تحركاتنا الحكومية وصلك لفي المبدأ والله حياتك إحنا علمنا بالمشروع الجديد للعلاقة بالملك المستاجر بالنسبة للأماكن الغير سكنية للأشخاص الاعتباريين بمعنى إيه فأنت؟ الشخص ده تبقى لي شركة حكومة مؤسسة طبعا أسازتنا موجودين معانا يوضحوا لنا النقطة دي إلا أن المجلس لسه ما يعني ده مشروع القانون لسه ما تنقش عندنا في المجلس أنا رأيي شخصي المجلس لسه هياخد حوارات كتير في هذا القانون هيتعرض على الجلسة العامة واللجان وياخد مزيد من دراسة ويمكن كنت بتكلم مع الأخوة الزملة أن احنا ممكن هنديهم في المجلس إن شاء الله بحيث نطلع بقانون إحنا غرضنا الصالح العام يعني يهمنا المستاجر ويهمنا المالك ويحصل فيه توازن بين الطرفين فعاوزين إن شاء الله نطلع بقانون يعني يحللنا الإشكالية الكبيرة اللي هي قوانين قديمة موجودة زي ما حالك كنت بتقول فيه مالك مظلوم مالك لا يملك ومستاجر حس إن هو مالك بطول فترة الزمنية اللي هو مستاجرها فيه إشكالية موجودة فمحتاج حوار مجتمع كبير في هذا الشأن قبل إقرار القانون في المجلس وده اتجاه المجلس دايما إن هو بيعمل حواراته وبيدعو فئات من خارج المجلس من خارج العضاء وبنستمع إليهم حتى نصل إلى رؤية كاملة لمشروع يفيد الكل إن شاء الله اشتركوا في القناة